بسم الله الرحمن الرحيم سيداتي سادتي أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المستمر والمتجدد بإذن الله محطة الأولى أنهم الآن بدهم يقيموا جزيرة صناعية لأبناء قطاع غزة في البحر المتوسط والله يمجننهم هالقطاع نبدأ بالقصة الأولى يعني فيه اجتماع أوروبي وتحضروا يعني على مستوى وزراء الخارجية وبيحضروا اللي هو ممثل عن السلطة الفلسطينية وبالإضافة إلى وزير الخارجية الإسرائيلي كاتس بيتفاجأوا الأوروبيين اللي حاضرين هذا الاجتماع بأنه بيخرج كاتس بيقتراح غير عادي أنه إحنا لازم نعمل جزيرة صناعية ونرحل فيها الفلسطينيين في البحر المتوسط من وين بدهم يرحلون؟ اللي هم أهالي غزة على وجه التحديد فشلوا في ترحيل أهل غزة إلى سيناء فشلوا في أنه ترحيلهم إلى رواندا فشلوا أنه تهجيرهم إلى كندا وستراليا والولايات المتحدة الأمريكية الآن بدهم يشحنوهم في سفن ويحطوهم في جزيرة صناعية يعملوها خصيصا في البحر المتوسط أو يشوفوا جزيرة مهجورة ويحطوهم فيها أو جزر مهجورة هذا الدليل إفلاس إسرائيلي دليل انهزام إسرائيلي مش عارفين إيش يعملوا بأبناء القطاع أبناء القطاع جننوهم المقاومة في القطاع خلتهم يهستروا هذا الاقتراح بدأ برئيس صندوق القوم اليهودي مرة في اجتماع مغلق في هيئة إدارة الصندوق اقترح رئيس الصندوق القوم اليهودي باستئجار أو شراء اللي هو 18 جزيرة يونانية مهجورة وهي تكون ملجأ أو ملاذ آمن للإسرائيليين في حالة هطول الصواريخ عليهم مثل المطر من كل الجبهات من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق هذا كان الاقتراح وقالهم أنه إحنا ما إلنا خيار إلا البحر ما إلنا خيار إلا نفكر في المستقبل ونشتري هاي الجزر ونطورها بطريقة أو بأخرى من اليونان وهي جزر مهجورة لكن حذفوا هذا التصريح كليا ويعني نفوه لكن هو موثق بأنه فعلا كان اقتراح يهودي بالدرجة الأولى ولليهود مش للفلسطينيين لكن الآن لأنه ما حطتش الصواريخ خائلان من الشمال ولا من الجنوب طبعا من الجنوب خصوة لون السمرت في هضول على تل أبيب وعلى حيفا لكن مش صواريخ دقيقة فلذلك الآن الإسرائيليين بدهم يجيروا هذا الاقتراح للفلسطينيين هو اقتراح يهودي لليهود الآن بيصير اقتراح يهودي للفلسطينيين لأبناء القطاع على وجه التحديد طيب يعني شي غريب جدا والله شي غريب أنه توصل الأمور لهذه الدرجة إسرائيل انهزمت حقيقة فشل كل مشاريعها هم أساسا كانوا بدهم يرحلوا الفلسطينيين بدهم يحولوا غزة لمنتجع راهيب جدا ويسرقوا الغاز اللي في غزة زي ما سرقوا جانب من الغاز في لبنان بدهم الآن يسرقوا الغاز في قطاع غزة وفي بحر أو مياه قطاع غزة على وجه التحديد ففشلت خطتهم الآن إسرائيل بدأت ترحل أو بدأت تسحب قواتها للضفة الغربية ليش؟ لأنه خطر الضفة الغربية القادم أكبر بكثير من خطر قطاع غزة لأنه الضفة متداخلة مع المستوطنين وبأبدأ يعني بشدةدة بتوصل الحجر لتل أبيب فهي وكمان في الخليل في تداخل في نابلس في تداخل مع المستوطنات فهم مرعوبين من الضفة وتسليح الضفة وتطوير الضفة وانضمام أو انتفاضة الضفة العسكرية القادمة حتما ما احنا شايفين أي والله العظيم هذا مخيم جنين دخل التاريخ مش معقول كل يوم داخلين معسكر جنين كل يوم مقتحمين معسكر جنين اقتحموا هذا المعسكر أكثر من 15 مرة أي ايش هو؟ هو لينجراد مخيم جنين؟ يعني كله كيلومتر مربع مش قادرين على مخيم جنين ومش قادرين على مخيم بلاطة ومش قادرين على الدهيشل ومش قادرين على طول كرم الآن وضحهم بالويل في الضفة الغربي وبقول لك انه حماس انهارت يا أخي طيب انتو ذا المقاوم انهارت يعني واحد أطباء بريطانيين وأجانب زاره يا في خطاع غزة قال لك طبعا اللي بنشوفه ما شفناهوش أبدا في كل الحروب لكن في بسطات الناس عادي عايشين في جباليا وعايشين في بيت حنون وعايشين في شمال غزة أبدا فيه بتاجره وفيه بصات خضار وكل شي مستمر وبعدين كيف انتهت حماس طب مين لما الآن عمله صفقة اللي هي الأدوية طب مين اللي تفاوض على الأدوية مش حركة حماس مين اللي استلم هاي الأدوية سواء كانت للأسرى الإسرائيليين ولا للمستشفيات الفلسطينية كان الهلال الأحمر الهلال الأحمر تابع لمن تابع لحركة حماس تابع لحكومة حماس تابع لإدارة حماس مين بوزعوا على المستشفيات كمان إدارة حماس فما تستبوا أي كلام بيحكوا في هذا